في مشوار طويل يمكن موسم استمر لمدة 15 شهر حسيت بيها كابتن وشعورك ايه وردود افعالك ايه بعد السلسل التاريخية للنادي الاهل بص هاني انا يعني انا هقولك على حاجة انت بتشعر بيها انت كمان يعني انت زينا بالظبط لسه بتكلم مع سيام قبل ما نخش على الهوى بقولها احنا كنا معزومين في 6 اكتوبر عند حد صاحبنا يعني في مطعم وكده وعمل شاشة جميرة ده في المباراة زمالك النهائية وكدت انا وعمارة وكان فيه وليد صلاح الدين وكان لعيب من لعيذتنا القدام يعني والناس عكت هذا حوالينا وكنا بنشجع زي الجمهور يعني احنا ما تيجي لأو حد بيصورنا احنا مش مسيطرين على نفسينا من جمال الدرجة الثالثة ايوه ده مش ياريت لو فيه بعد الثالثة شمال ده هيبقى يعني متفعلين جدا مع فرقتنا وعايزين نكسب وكل واحد فينا عنده غير على النادي بتاعه والنادي الاهلي ده حاجة بالنسبة لنا كبيرة جدا لان النادي الاهلي معلم معنا بشكل كبير جدا يعني احنا 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 كالعيبة لو ما جناش النادي الاهلي وكنا انهينا حياتنا في اي نادي من الانديال الاخرى يعني بعد ما تبطل بتتنسي يومين بتتنسي النهاردة في استمرارية ليك يعني احنا بنقول دايما ايه لعيب النادي الاهلي بياخد الختم يعني انا حتى بنصح اي اي ناشئ في النادي الاهلي حتى لو هو ما عندوش الامل انه هو يتصعد في الدرجة الاولى نكمل لغاية عشرين سنة بعد العشرين سنة لما هتيجت لو نادي الاهلي استغنى عنك انت لعيب نادي اهلي لما هتيجت روح للمقصة هتروح ودي دجلة هتروح هنا بيتعمل تسي فيه ده لعيب نادي اهلي ده واخد الختم ده الختم اللي حديك بتقول عليه بتفرد جاي منين يابني من نادي الاهلي ده حاجة تانية بيقدم عليه انه ياخده قبل اي لعيب تاني بياخد فلوس كويسة يعني كل حاجة فيها ممهزات بس حضرتك يجبتم محمد كنت رسا برضو بتحكي لي تحت الهوى انك كنت على يقين بانه الاهلي هيفوز بالبطولة دي اه والله كان اليقين ده جاي منين والله هو يعني انا انا شوصين يعني دايما في حاجات كده انا بحس بيها هو برضو ليه اسباب النادي الاهلي عانى جامد جدا ومجل صدرات النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي قبل الماتش دوت بكلام كتير خاصة كابتن محمود خطيب يعني محمود خطيب عانى بشكل لا تتخياليه من قصف كلام مش مزبوط وحاجات يعني احساسي كان جاي ونابع من ان الحق هو اللي حيدوم ولا يصح الا الصحيح برغم ان انا انا كنت خايف جدا من الماتش فنيا كنت خايف جدا من الماتش يعني كاهلي وزمالك ولعبتهم ولعبتنا لعبتنا رجالة وكانوا على نساء المسؤولية وكانوا رجالة جدا لكن كانت كل الدفم ميلة نحت الزمال كنا قلقانين شوية طبيعي خاصة ان احنا اغلبنا في الماتش الدوري تلاتة واحد وهم دخلين بسخة كبيرة جدا انهم هكسبونا هكسبونا انا الاحساس ده كان ملغي عندي خالص فعلا انا كنت بقول انا هنكسب الماتش ممكن نبقى وحشين هنكسب بقى بالحب بالقرعة بتوفيق ربنا علينا المهم ما احنا هنكسب وبفضل الله ديما تيجي تشوف الماتش السيناريو يعني معانا وبعدين بقى علينا والدنيا تقفل ويجي قفشا ينجدنا القضية ممكن كابتن محمد يعني فهمت من كلام حضرتك انه البطولة ديت مش بس يعني حققت انجاز بالنسبة للنادي الاهلي كمان انجاز للاشخاص وعلى رأسهم كابتن محمود الخطيب اللي تعرض لظلم بيّن او اشاعات مغردة انا دايما انا اقول ان فيه دخان بلا نار انا دي كلمتي دايما ايوا طبعا بقى فيه دخان بلا نار بقى فيه دخان بلا نار بس دا جيه كمان تحقيق الانجاز التاسع دا انصافا للشخص اللي ظلم كابتن محمود الخطيب بالزبط انصافا له وهو ما بردش اه يعني هو اولا هو يعني انا طبعا يعني شاهدت فيه مجروحة لان انا عشرته طول ما انا في النادي الاهلي كنا على طول مع بعضه كنا على طول برا برا الملعب مع بعضه وحتى لو بنعمل معسكر من نفسينا كده كنا بنعمل معسكر اللي وحدينا لو فيه ماتش ماتش زمالك ماتش مهم ماتش حيحدد بطولة الدوري او حدد بطولة كاس كنا على طول مع بعض لكن هو انسان مؤدب ولما يعني احنا حتى ما بنيجي وحنا عاديين معاه مجبش سيرة حد يعني احنا انا ممكن اجيب سيرة واحد هو ما يجيب سيرة حد ايه ابدا وبيتشتم كتير وما بردش يعني هو يعني صور رد كابتن نعم رد رد في الماتش برافو عليك ده دايما البرد العملي هو ده الرد اللي رد به كابتن محمود الخطيب بوقفته انه وقف بيسلم ولاده الدوري بيسلم ولاده الكاس بيسلم ولاده بطولة افريقيا ودايما بقول ان حتى اللقطة ما بين حضنه للعبته ده بيقول لهم شوق